السلام عليكم وحشين يا جماعة صباح الخير عليكم جاهزين عملت الفطار هنعمل مع بعض الخبز خبز الفينو السهل الهشي جدا وخفيف وسريع ولو لسه بتعملي خبز واول مرة لانا ما تخفيش هديك مقادير مظبوطة باذن الله هتعملي خبز ما حصلش جاهزي نفسك بقى المدرسة خلاصة عندنا في نيورك فاضل عالية اصبعين او اقل كمان يعني بندرب نفسينا عشان المدرسة تعالوا شوفوا نعمل الخبز بطريقة حلوة قوي هنعملوا بالسمسم وشوية حبت البركة وانتي بقى وشطرتك زودي اللي انتي عايزة هندخل على المقادير سهلة وبسيطة بس حبيت في البداية اواريكوا قد ايه ان هو سهل وحلو قوي وجميل وخفيف بتحس انك بتاكل صندويتش صندويتش يعني صندويتش بيدخل كده عامل زي مش عارف بقى مش عارفه وصف جميله بصوا شكل الخبز من جوه عامل ازاي حقيقي تبارك الله هشي جدا اه معايا الخميرة هستخدم بيضة هستخدم ماء السكر هستخدم كتعة من الزبدة هستخدم تقدري تستبدلي الزبدة مع علاقتين من الزيت هستخدم الملح هستخدم كوب من الحليب وهستخدم مية دافية والحليب كمان دافي عشان يساعد ان العجينة كلها تختمر انا اغلب عايز اقول اسمها ايه اغلب مخبوزاتي بستخدم فيها الحليب الدافي او المية الدافية مش الهية المغلية اوي عشان ما يبص منك نزلت هنا بالسكر على الحليب ونزلت بالخميرة وهدوبهم وبعدين هشتغل على باقي المكونات الطريقة ما فهمش فيها شغل خالص خالص نهائي يعني حقيقي تبارك الله هنزل بالخميرة وفي نفس المكان اللي دوبتي في الخميرة هنزل بالزبدة عشان بالسائحة بس هعمل عليها شوية كده مالتي عشان تساعدني وهي جو العجين بالمية الدافية وهقلبهم ممكن تحطيها في الماكرويف على طول بس ده اللي حصل معي بقا هكنت مشغولة في حاجات تانية ونزلت بالبيضة على الدقيق ان ما شفتوا طريقة سهلة وسيطة مفيش فيها شغل نهائي وهروح على العجين بالشكل ده وهنزل بمعلقة الزبدة كل المكونات اللي معي دافية على فكرة فساعدت العجين ان هي ترتاح وكانت حلوة قوي وكانت شغالة معي وانا مبسوطة يعني هبتدي ازاود السرعة شوية بشوية اه ما تزاوديش السرعة بمجرد انك تحط دي عشان ما يترشغ بهدر الدنيا وتلاقي نفسك عمالة ضياع في وقت في التنظيف وطاقة وحركات وكل ده حينما بنصدق يعني اللي خمس ده انا واتفيهم مع نفسنا هبتدي بقى بص العجينة بتادي التلم هبتدي بقى ازاود الحاجة اللي هاشتغل عليه ازا كان مية او حليب وانزل شوية شوية بالتدريج وده بيساعدني في النهاية ان انا اهد عجينة متماسكة وقوام بتاعها مضبط عايز اقول لأي حد جديد لسه بيزور القناة لو عجبوا الفيديو ما ينساش يعمل اشتراعك ويحطي لايك واتبعوني على قناتي التانية وصفحتي على الفيس هسيب اللينك بتاعهم من جوة صندوق الوصف زي ما شفته الطريقة سهلة جدا العجينة بتبقى بالشكل اللي انتو شايفينه عجينة متماسكة طريقة اه تلاقيها نعمة مفيش فيها اي تكتلات من جوة بمجرد انك تغطي عليها صوابعك بتعلم بكده بتعرفي ان العجينة بتاحتك مظبوطة ما بتلزقش في صوابعك ده ده الشيء بالضبط اللي احنا بندور عليه عشان ناخد خبز كويس هاد هن الشيء اللي هحطي فيه العجينة من فوقه من تحته زيت جاستن كيس واغط عليها هتغط معيك حوالي 40 دقيقة او ساعة ولو ساعة يبقى افضل يعني الحد ما الحجم بتاعها يتضاعف شايفين بطلع العجينة الحجمي طبرة كبير وفي نفس الوقت هشة جدا 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 تحس اني بقت خفيفة قوي هتبتدي تتغطي عليها وتغرج منها كل الهواء اللي هو موجود فيها وتبتدي بقى تشكلها يعني تعمليها على شكل دوائر على احجام الخبز اللي انت هتستخدمي الحقيقة مفيش اسهل من كده والله عايق وموفرة جدا جدا تقدري تستبدلي الحليب بالمية بس انا دايما بحط الحليب عشان ولادي يعني مش كلهم بيشربوا الحليب يوميا وهوزها بالشكل ده وبعدين بعد ما هتكورها على قعد عدد الخبز اللي هشتغل عليه هبتدي بقى اعمل افردها خالص بالشكل اللي انتو شايفينه وعملها على شكل رول هجيب هرجع بالتصوير اللي واحدة فيها انا هنا مزودة سرعة عشان ما تقلش عليكم هنا بعد ما فردتها هبتدي الفها رول واللفات دي هي اللي بتامل طبقات جوه الخبز وتخليه فيه هشاشة حلوة قوي مش هشاشة تعظم انا عايز اقول يعني خب هاشة هشة والله يا جماعة انا حقيقة ساعة بفصل كده من كتر ما اخرج برا انجليز دي وادخل على اليوتيوب عربي فبفضل اقطع كتير لحد ما رجع ازبط فسامحوني بقى معلش انتو اهل كرم بعد ما لفيته كده رول وشفتوا الطبقات اللي احنا عملناها بتروحي بقى بايدك اليمين والشمال وانتي بتلفي فريدي اصحابي ايدك كده لورا عشان تبقى طويلة كده عشان تدي يعني الطول اللي انت عايزة تحكمي فيه بس هالحجم عشان ما ينشفش برضو منك الخبز على يعني استخدمي الطول اللي يناسبك حجم العجينة عشان ما تاخديش خبزي ناشف وبعدين بتقفلي الجنبين عشان يباني ان هوا خبزي يعني ما هوش رول وبعدين بتسيبيه بقى يرتاح اول ما بيخمر بتلاقي الحجم بتاعه تضعف ياخد له حوالي برضو نص الساعة بتغطي عليه وبعدين تديهاني واشه بقى بيد حليب مية واتيفر اللي يعجبك ومن فوق تروحي مندخلة بقى عمك سمسم انا دايما نستخدم السمسم الابيض عشان بيبقى حلو لما بيتحمص وبيسكينا كده افتح فتحات جميلة شكلها حلو وده شكله بعد ما رحطينا عليه الهوا سمسم ودخلنا البتوء الفرن على درجة حرارة 200 حقيقي طبارك الله يجنن والله شايفين قد ايه جميل حلو اوي 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 هش جدا خفيف الحروف مرمشة ببسيط كده من جوه الطري اللي ما بتفتحيه بتلاقي طبقات يعني احنا هنشوف لما يتفتح دلوقتي بصوا الشكل النهائي عامل ازاي يعني خبزه خبزه محترم يعني الواحد يتوزع على اتنين على شخصين لانه جحي كبير هسيب المقادير جواه صندوق الوصف المكونات عندنا سهلة جدا عندنا دي الهوا بتاع جميع كل الاستخدام عايز اقول هنغط قطعة من الزبدة هسيبها جواه هسيب كل حاجة زي ما استخدمتها في صندوق الوصف الحليب كوب واحد بس من الحليب اللي هنستخدم الباقي اللي هو المية الضفية بيضة الخميرة السكر زر من الملح تات سد ده شكله في النهاية شايفين قد ايها اشي حلوة اوي 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 هاي ايه جميل تبارك الله انجوي يا جماعة عايز اقول اي حد جديد لسه بيزور القناة لو عجبوا الفيديو يعمل اشتراك ويحطي لايك وطبعوني على قناتي التانية وصفحيتي على الفيسا سيب اللينك بتاعهم جواه صندوق الوصف شايفين عامل ايه ازا من جواه يجنن هاي وكنش عارف اعمل في ايه محترم احطي في ايه ولا ايه من جماله بس كان بالنسبالي وقتها كنت عايز الصندوق شوبيت بالباسترما كان ما حصلش طعمه حلوة اوي اوي كمان كنت جايبة كبدة من بلدي يعني قلت انا ايه محظوظة اليوم ده بصوا الشكل النهائي عاملي ازاي حاييه انجوي طريقة سهلة وبسيطة اتمنى تعملوه تسيبولي رأيكم في الكومنتات بيبسك باسمها ايه بيفرق معها يا اوي 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 حاولت افتحه وعايز اوريكه وقد ايه من جواه جميل حاييه تبارك الله السمسم وهو محمس وهو محمس ل طعم تاني خالص انجوي يا جماع حقيقه حلوى اوي 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 شكرا للمشاهدة